اهلا بيكم فيديو جديد والتوقعات العاطفية لموليد برج الدلو. ان شاء الله. التوقعات هتكون بشكل عام لكل فئات البرج. متزوجين عاطبين منفصلين. اه وطبعا القراءة ممكن تنطبق على البعض وممكن لا تنطبق على البعض الاخر. اه كمان ممكن تكون عاكتية كل حد بيبقى عارف الوضع بتاعه او الحالة بتاعته ايه. اه هنقول هبدأ معاكم القراءة لموليد برج الدلو بالطاقة بتاعتك انت في الاول. واه اهلا وسهلا بيكم. الطاقة بتاعتك انت يا برج الدلو ممكن تكون انت انت على سفر او انت مسافر او انت متحير في الوقت الحالي بشأن علاقة ثلاثية. اه يعني او عندك حيرة او انت مع شخص عنده علاقة تانية. وانت بتفكر في الوقت الحالي او انت في مرحلة اختيار في الوقت الحالي. كمان شايفك ممكن تكون مدي دهرك العلاقة. اه اه ثلاثية وفي اختيار محدد انت اخترته يعني اه يعني انت في الوقت الحالي اه في مرحلة اختيار او انت مع شخص في مرحلة اختيار. اه شايفة في عندك في الطاقة بتاعتك اه انت بالفعل في اه تم اختيار وانت في مرحلة فيها اه بداية جديدة اه او انت اه مستني انت فيه شخص منجزب ليه جدا. ومستني ممكن الشخص ده يكون من برج نيري او برج هوائي. او ترابي برضو. اه فانت عايز بداية جديدة مع الشخص ده وعايز تحقق معاه انتصار. وعايز تحس بتوازن وانت شايف ان الشخص ده ممكن اه علاقة قدرية او اه اه يعني فيه فيه تجازب قوي جدا بينك وبين اه بين الطرف التاني. انا شايف انت بتعيش اه مشاعر مش عايز اقول حب يعني مش شايفة. فيها تفكير فيها حيرة. فيها انجذاب لشخص معين. فيها اه رغبة في تحقيق اه اه توازن وتحقيق اه نصر بتوجدك مع الشخص ده. وشايفة فيه فرصة يعني فيه فرصة جاي لك او فيه عطاء قوي جاي لك في الفترة اللي جاية. سواء يخص يعني دي طاقة عامة. سواء يخص علاقتك بالشخص ده. او اه يخص حياتك بشكل عيني بر جدا. اه بالنسبة لطاقة الطرف التاني او طاقة الشريك. اه انا شايفة الشريك اه يعني اه ليه يعني فيه عرض عنده ليك عرض جدي الشخص ده عايز معك استقرار. لو انتم موجودين مع بعض فالشخص ده عايز معك استقرار وعايز معك اه علاقة طويلة المدى يعني اه لو انتم منفصلين فالشخص ده عايز يجي لك بعرض جدي وعرض فيه عرض حقيقي يعني اه فيه استقرار. اه هو متردد في الوقت الحالي. ممكن يكون متحاوف من شيء. ممكن يكون خايف تكون انت في علاقة او هو اه مستني اه يرتب خطوات. يعني مستني يعمل خطوات. اه وده هو شايف انه هو هياخد منه وقت. لكن ما ينفعش اه ياخد خطوة غير لما اه يعمل الحاجة دي. لان هو عايز العرض بيقدمه يكون عرض حقيقي. اه بشكل كبير اه كتير من النقوة هتكونوا في علاقة ثلاثية. اه وفي مرحلة اختيار. لان انت عندك في الطاقة بتاعتك وهو في الطاقة بتاعته ففي علاقة ثلاثية وفي مرحلة فيها اختيار في الوقت الحالي. اه لو انت اه اه شايف او انت عارف ان هو في عنده علاقة ثلاثية فهو مختارك انت والعلاقة الثلاثية دي اه انتهت او بتنتهي في الوقت الحالي. انا شايفها بتنهار في الوقت الحالي والشخص ده اه عنده مشاعر حبي لك قوية جدا. وفي طريقه لان هو يزيل عواقق موجودة في العلاقة. وعاود يبدأ اه معاك بداية دي ده يا برج الدل. اه ففي اختيار بيتم في الوقت الحالي وانت منتظر كمان اختيار يتم واختيار يكون فيه انتصار لك. ويكون يحقق توازن بينك وبين الشخص التاني او يحقق يحقق توازن في حياتك عموما يعني. اه فدي الطاقة بتاعتك انت والطاقة بتاعته هو الابراج او الطاقات اللي موجودة في القراءة. انا شايفة اه برج الاسد الجوزاء العقرب الحبل. الجوزاء تاني. الميزان العزراء. اه برج الزور الحوت القوس. اه. دي الابراج اللي موجودة. الطاقات موجودة كل الطاقات. اه طيب نروح للمشاعر الشخص ده. مشاعره في الوقت الحالي. الشخص ده ممكن يكون تعبان في الوقت الحالي. ممكن يكون مريض. ممكن يكون اه عنده مشاكل اه وبيعاني كمان من الماضي. كمان اه ممكن يكون فيه عنده اه يعني حاجة تعبية. يعني ممكن يكون هو يعني اه مريض في الوقت الحالي. مرض عضوي او جسدي. وكمان ممكن يكون متقلم نفتيا بشكل كبير. كمان عنده افكار كتير اوي الشخص ده بتتعبه اه بزداد في في الليل. اه يعني ممكن اه كغير كده بيعيش حياته بشكل عادي. لكن عنده افكار بتتعبه جدا بالليل. اه تخص الماضي. تخص علاقته بيك. اه اه تخص التفولة بتاعته ممكن. اه تخص يعني الشخص ده ممكن يكون كان اه يعني كان بتحصل حصله ازمات كتير. كان ممكن حد كمان بيعملوا معاملة سيئة. اه والمعاملة دي سيئة في طفولته او في الماضي والمعاملة دي اثرت على الشخص ده او على افكاره. اه كتير بيفتكر كده. اه عنده اه شايفة في عنده اه عدم توازن في الوقت الحالي. اه محتار بين حاجتين ممكن بينك وبين شخص تاني. او بينك وبين حاجة تانية. او عنده مشكلة في الاموال في الوقت الحالي. يعني في الوقت الحالي هو ممكن يكون بيمر بأدنى مالية. او عنده مشاكل في الشغل. يعني ممكن يكون في الشغل اه بيمر بمشاكل او ما بين ان يرجع او ما يرجعش او بينك وبين طرف تاني. كل حد طبعا عارف الحالة بتاعته. لو انت عارف ان هو ما عندهش طرف تاني يبقى ما عندهش طرف تاني. انا مش بقول مش جايع الرافق هو عنده او ما عندهش. اه انا بقول لك حالة الشخص. وانت لان القراءة هنا عامة. فانا ما اقدرش اجزم بان فيه او مفيش. فكل حد بياخد بالشكل المناسب له يعني. اا مشاعره تجاهك اا مشاعر كويسة جدا يعني مشاعر اا حب اا مشاعر بيشوفك انت الام اا سواء انت راجل او ستة اللي بسمعني. فعنده مشاعر انك انت شخص انت اللي بتقدر تحتويه. اا انت شخص اا عندك حنان ليه. اا عندك اا يعني اعطاء كمان. اا فهو بيحس معاك احاسيس قوية جدا. ممكن اا لو انت ستة اللي بسمعني فممكن انت بالنسبة للشخص ده اا ام ولاده. اا انت اا مصدر اعطاء خير بركة وفرة. اا عنده مشاعر قوية واحاسيس كويسة قوي تجاهك. لو انت رجل برضو اللي بتسمعني من اا من برج الدلو. فالشخص ده اا بيشوف انك انت شخص اللي بتقدر تحتويه. انت شخص اللي حنين عليه او او بتسمعه كويس. اا انت في حياته بتحقق له توازن. بتحقق له سعادة. اا بيحس بامان. بطمأمينة. احسست وجود الام. كمان بيحس ان حبك ليه ممكن انت حسسته ان حبك ليه غير مشروط او مش اا معلق بشيء معين. اا كمان عنده في مشاعره. فدي مشاعر حبه قوية جدا وانجذاب ليك. اا بشكل كبير يا بور جدا. اا سواء على المستوى العاطفي او الجسد دي كمان. اا ده بالنسبة لمشاعره. تفكيره اتجاهك او اتجاه العلاقة. اا شايفه في تفكيره او افكاره. اا تجاه كتير جزائب قوي ليك جدا. اا الشخص ده ممكن يكون اا احيانا بيبقى متعطب متحور. اا ممكن العلاقة فيها كتير يعني اا بيسيبك ويبعد ويرجع ويبعد وكده. اا ممكن يكون شخص اا شوية متحور في صرفاته. ممكن تكون طاقته نارية. حتى لو هو برج تاني. احنا قلنا قبل كده ان البرج شيء والطاقة اا شيء تاني. يعني ممكن انا اكون برج ناري. وطاقتي في الوقت الحالي مائية. يعني عندي المشاعر والرومانسية وحساسة زيادة عن اللزوم. طاقتي مائية. رغم ان انا برج ناري مسلا. فهي دي الطاقة وهو ده البرج. لو انتم مش عارفين يعني الطاقة والبرج. فهو طاقته آآ نارية آآ او افكاره. آآ شخص ده قلبه موجوع قوي. حاسي. هو حاسي ان هو جعلك قلبك او انتم فيه بينكم مشاكل متكررة. او في حاجة تخص طرف تلت. طرف تلت اهل. آآ طرف تلت افكار. افكار مش كويسة. آآ او طرف تلت يكون شريك عاطفي فعلا. كل حد زي ما قلت عارف الحالة اللي هو موجود فيها. ممكن الشخص ده قلبه موجوع بسبب كده. او آآ يكون انتم حصل بينكم مشاكل كذا مرة هي هي. يعني مش مشاكل متكررة مختلفة. لأ نفس الشيء هو هو بيحصل في العلاقة. كل مرة مش بيتغير. فهو ممكن حس ان هو واجع قلبك بتصرفاته دي او بالغلط اللي هو بيعمله ده. كذا مرة او العكس. هو قلبه موجوع منك بسبب حاجة انت عملتها كده. آآ بيبحث الشخص ده عن توازن عن عدالة في الوقت الحالي في تفكيره. عن ان هو يدي لك حقوقك لو هو اللي حاسف او لو هو اللي ظلمك او لو هو اللي مظلوم منك. فهو بيبحث في كل الاحوال آآ طاقة فيها بحث. ممكن الشخص ده يكون شخص روحاني. آآ ممكن يكون شخص تفكيره ناضج آآ في الوقت الحالي. آآ ممكن يكون آآ منعزل لو انت بتشك في علاقة صلاثية في الشخص ده ما عندوش في الوقت الحالي هو الوحده. انا شايفة هو الوحده. حتى لو هو في علاقة فهو الوحده في الوقت الحالي. آآ نحتاج ان هو يفكر ان هو يبحث عن حلول ان هو يبحث عن توازن ان هو يبحث عن العدل بينك وبينه او المساوية في الاخذ والعطى بينك وبينه. فانا شايفة طاقة الشخص ده فيها بحث فيها بحث كمان بسبب آآ زي ما قلت آآ ان هو قلبه موجوع او مكسور في الوقت الحالي. او ان هو آآ بسبب العلاقة فيها ان اوف كتير. وعدم توازن ومشاكل وكده. فشخص ده بيبحث في وقته الحالي طبط وبحت عن حلول. آآ نوايا تجاهك او تجاه العلاقة. آآ آآ زي ما قلت الشخص ده في نوايا محتاج ان هو يتشافى آآ يعني الشفاء من الام كتير قوي. يعني هو عنده التنفسات. التنفسات دي هي ممكن انتهاء لمرحلة الالم. هو كانت سلبي مقلم جدا لكن في نفس الوقت فيه جانب كبير قوي ايجابي. ان هي دي اخر مرحلة. هو ده الجانب الايجابي. ان دي اخر مرحلة. ان اللي بعد كده آآ لازم الشخص يقوى او لازم يقف على رجله. لان مفيش بعد كده قلم او مفيش بعد كده آآ حاجة تاني هتحصل. في اما الشخص ده لو هو ضعيف يستسلم ويفضل موجود في مرحلة القلم الكبيرة الفضيع اللي هو فيها دي ويفضل مستسلم ليه ونايم كده. او ان الشخص ده آآ خلاص آآ كل السيوف كده اخدها. آآ فيبتدي يقوم ويبدأ من اول وضديد. فانا شايف الشخص ده سعلا آآ بيدور على شفاء بي آآ على توازن على آآ آآ يعني عدالة في الاخذ وفي العطى. آآ فهو هيقوم يعني هو عنده القوة ان هو يبتشفي من وضع زي ده. آآ بيفكر فيك جدا بشكل كبير. آآ شايف انك انت فرصة آآ شايفك كمان الشخص ده آآ هير مشاعر الحب فيه مشاعر تقدير. شخص ده بيقضعك. يعني انت بالنسباله آآ آآ مش شيء قيم مش معناها ان انت شيء. آآ هو طبعا كلنا شيء. يعني في القرآن موجود ان كلنا شيء. آآ كمان هو شايف انك انت شخص آآ يعني اساسي في حياته او انت شخص زوقي في حياته. آآ في نوايا آآ في اسرار. ممكن حس انك انت بتخبي عليه شيء. حس انك بتخبي عليه حاجة او حاسس انك آآ آآ شخص غامض وهو مش قادر آآ يعرف حقيقة مشاعر اتجاهه. آآ آآ بيرقبك الشخص ده في نوايا. في نوايا شفاء. الشخص ده محتاج يتخلص من اشياء تلبية كتير في حياته. وآآ وكمان آآ محتاج ان هو ممكن تلاقيه بيتجاهلك. في الفترة اللي جاية. ممكن تلاقيه بيتجاهلك آآ او آآ تلاقيه ان هو بشخص غامض. آآ هو ممكن يكون مش عايز يظهر مشاعره الحقيقية آآ في الوقت الحالي. آآ لكن هو عايز يحقق نجاح في العلاقة. يعني ممكن الشخص ده مستني يكون هو يعمل حاجة لنفسه الاول او هو يزبط اموره الاول وبعد كده آآ يبتدي يتعامل معيك او يبتدي يتكلم معيك. آآ ده اللي موجود في نوايا. آآ شخص ده في نوايا هو هيعمل كده في الاول. وممكن اثناء ما هو بيعمل كده انت تحس بتجاهه آآ من ناحيته. آآ لكن فيما بعد الشخص ده هيجي لك بعرض حقيقي. هيجي لك بعرض حقيقي وهيتكلم معيك وهيكون فيه بينكو آآ يعني انت كمان هتكون موافق على العرض اللي هو هيقوله لك ده. آآ خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة. آآ متمسك بيك الشخص ده. آآ وبيه رقبك. فيه مرقبة منه ليك او انت بترقبه آآ لكن فيه تراقب. هو بيرقبك بهدف آآ آآ الفضول. او بهدف انه هو يشوف منك يشوف منك حاجة. او لو هو بيشك في حاجة فهو بيرقبك عشان يشوف الحاجة اللي هو آآ بيشك فيها دي هل هي حقيقية او لأ. آآ هي دي طريقة المرقبة اللي انا شايفها منه ليك في الوقت الحالي يعني آآ بيرقبك كده في آآ في في السر آآ للبعض. للبعض ممكن آآ الشخص ده كان خرج من حياتك متسلل قبل كده يعني او سرق منك شيء او جرحك او عمل حاجة. فهو خايف يرجع لك في الوقت الحالي. ممكن يلجأ لأشخاص آآ آآ لمساعدته آآ وممكن الشخص ده مكتوف منك. ممكن الشخص ده مستني يشوف منك آآ آآ يعني آآ جرين لايت او ضوء اخضر كده ان انت آآ ان انت مستعد من هو يرجع لك تاني. آآ دي كلها سيناريوهات انا بقولها لك موجودة في العلاقة يعني في كل حد يشوف المناسب به. آآ لكن في كل احوال شايفها متمسك بيك. آآ شايفها بيبوس عليك. آآ لبعضكم ممكن يكون شخص ده شايف ان فيه بينكو عائق ديني. او فيه او فيه تقاليد او حاجة بتمنع استمرار العلاقة دي. لبعضكم طبعا. آآ فخطواته القادمة الشخص ده يبقى بيبوس عليكو بيرقبك. في الفترة اللي احنا اتكلمنا عنها دي وممكن يكون آآ يتخفى في آآ او يعمل فيك مسلا. او يتخفى في اي حاجة او كده ويرقبك او يسأل الاشخاص عنك. آآ فانت هتكون شغل الشاغل في الفترة دي. آآ في ان هو يعرف حاجة عن اخبارك او كده والبعضكم زي ما قلت الشخص ده انت متملت بيك ومع كده هو شايف ان فيه شيء بيمنا. ممكن يكون انت متزوج. هو متزوج. آآ فيه عائق في حاجة تخص التقاليد او الاعراف او كده. آآ فيه مشكلة في العلاقة دي. هو الشخص ده شايف. آآ ده من ناحية خطاة. طيب اقول لكم اجابات الملائكة قبل ما نروح للقاوت كام او مصير العلاقة. مش المصير المطلق للعلاقة لان آآ ما نقدرش نتكلم عن مصير مطلق لان دي تقات متغيرة. لكن هنقول ايه اللي جاي في المرحلة اللي جاية اللي احنا فيها. اجابات الملائكة بتقول لك آآ آآ في الاسابيع القليلة القادمة. آآ لو انت بتسأل على حاجة او شاكك في حاجة بيقول لك لأ. آآ آآ ممكن تكون آآ بتشك انه شخص ده عنده طرف تالك او ان هو مش بيحبك او او او. يعني يا ربي تكون لأ دي اجابة تكون كويسة بالنسبالك. ما تكونش حاجة وحشة بالنسبالك. آآ كمان بيقول لك آآ آآ فيه طريقة تاني افضل او فيه حاجة تاني افضل. آآ فانت اشوف ايه اللي انت كتعني له في الوقت الحالي. فيه افضل منه. فيه حاجة افضل منه. لو انت شايف ان الشخص ده آآ مش مناسب بالنسبالك او شخص متعب بالنسبالك او مش هتقدر تكمل. ففيه افضل منه. ولو انت شايف ان العلاقة بتدار بشكل مش مزبوط. ففيه طريقة اكتر افضل من دي تقدر تدير بيها العلاقة سواء انت او الطرف التاني. الرومانس بيقولك آآ آآ في شخص راجع لك من الماضي. ممكن الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ده. آآ بيقول لك كمان سول ميت ان الشخص ده حب حقيقي وهو ده توقع مروحك. آآ فيه كمان بيقول لك ان آآ فيه عندك مشاكل من الطفولة. او عندك مشاكل في الاعلى. بصة اقول لكم على حاجة بورجي بدا له الكارتة ده بيقول حاجات كتير قوي. فهنحاول نختصر. اما انت عندك مشاكل من الطفولة. يعني كانتين في صال احد الابوين. او مشاكل في الاسرة في الطفولة اثرت على حياتك العاطفية في الوقت الحالي. دي حاجة. الحاجة التانية آآ ممكن تكون انت في خلاص مع الاب والام. وانت لازم تخليهم يسمحوك او تحل مشاكلك مع الاسرة. الاب الام الاخوات او او كده في الوقت الحالي بحيث انك انت حياتك آآ تروح للافضل وتتحسن. ده مؤثر على حياتك. لو ده موجود. فايه كل حد يشوف آآ في ايه او في مشكلة تخص الاطفال. او في حياتك العاطفية تتأثر على آآ اطفالك. لو انت عندك اطفال. آآ فخلي فانت خلي بالك من ده. آآ فانت حاول انك تتطمن انك تشيل شكوك زنون آآ او هام. آآ الشخص ده بيقول لك ان هو سميت. آآ في عودة شخص من الماضي. الشخص ده هو حبيبك. فعلا هو توقم روحك. آآ لكن انت فيه عندك مشاكل خاصة بيك انت. مشاكل في نفتياتك انت. آآ طيب. آآ بالنسبة لللي بيسأل عن الشغل. في برج الطبعا اللي مستني الاوتكم استنوني خدنا كروت سريعة للعمل والمال والصحة. آآ لان كتير قبل يتكلمي عنهم. آآ العمل في عندك فرصة للعمل. ممكن بعضكم مستني فرصة او مستني اسمه يجي في حاجة. او مستني آآ صفر او مستني باسة هجرة حاجة كده. فده جاي لك ان شاء الله. انت عندك القدرة على النجاح في ده. لو انت خايف تقدم مرأة او كده. فعمل ده في الوقت الحالي. الفرصة متاحة وكبيرة. آآ كمان بآآ انت عندك مهارات كتير قوي. فحاول انك توسع مجال الفرص بالنسبالك. آآ لان انت آآ يعني اقادر على اي شيء في الوقت الحالي. آآ كمان لو انت مستني سفر او عمل او كده. جهز كل حاجة. يعني ما تخليش فيه اي حاجة نقصة. آآ بحيث ان الفرصة دي ممكن تجي لك في اي وقت. يعني الموضوع هيجي لك بشكل مفاجئ. آآ فجهز كل ورقك خليك جاهز من كل حاجة في الوقت الحالي بحيث ان لو جات في اي وقت موضعش من ايدك. لان زي ما قلت هي جاي لك في صورة فرصة. آآ لو انت في شغل بالفعل فانت هتحقق نجاح كبير وهيبقى عندك شهرة كمان. وهتبقى مميز جدا في الشغل ده. وهتبقى مشهور كمان. يعني هتبقى آآ سيتك آآ واصل لكل مكان او مستمع زي ما بيقوله. لان انت هتكون آآ آآ واخد طاقة يعني بتعمل آآ كزا حاجة. هتبقى مشهورة عند آآ رؤسائك. انك شخص شاطر بتعرف تعمل كزا حاجة في نفس الوقت. كده. يعني كل ده يخص العمل فانت عندك النهية العملية. فكل الاحوال انا شايفها آآ جيدة جدا. الصحة آآ شايفة في الصحة آآ في استقرار. يعني الوضع على ما هو عليه. كمان لبعض كم ممكن يستفر لعمليات تجميل. او ممكن يكون شكله هيتغير في الفترة دي للاحسن. آآ ممكن بقى هتستعمل حاجات ممكن هتعمل حاجات تجميلية. ممكن لو راجل ممكن هتروح الجم هتحسن من جسمة. لبعضكم ممكن نحتاج عنده مشاكل في القدمين. او كده ممكن بسبب آآ تخن او حاجة. فممكن بعضكم هيلجأ للجم او لضايت او لتختيف بقى اي انكان يعني. ففي حاجات تجميلية وفي آآ شكلك هيبقى متغير يعني هيبقى منور هيبقى آآ في آآ طاقة حلوة عندك قوي على المستوى الصحة او الشكل يا برج الدل. آآ الاموال آآ انت ممكن تكون طالب مساعدة من حد او طالب منحة او طالب قرد او في مساعدة انت طالبها من حد وهتجي لك آآ ممكن من الاهل او آآ في حاجة هتجي لك في البيت وفي اموال ممكن تجي لك تخص بيت. انك عايز تشتري بيت او عايز تنتقل لبيت او تفتح مشروع او آآ في اموال انت طالبها عشان تعمل بيها حاجة آآ كبيرة. ففي حاجة هتجي لك سواء كارد او آآ او منحة او حاجة زي كده انك تعمل بيها حاجة آآ آآ تخص كده مشروع بيت حاجة كبيرة يعني مش حاجة عادية يعني. آآ فدي كانت اجابات سريعة عن الاسئلة دي آآ بالنسبة للعازبين من برج الدلو. العازبين من برج الدلو انت بتراقب شخص ومتحير جدا في الوقت الحالي. آآ متقلم تعبان نفسيا مش بتنام. آآ عندك قرق كتير قوي وعندك افكار كتير وعندك لغبطة ومش عارف تحدد ما سير العلاقة دي او تحدد الشخص بعيد ايه ممكن كمان تكون عندك اختيارات كتير لكن انت بص على شخص معين ومش عايز تختار حاجة من الاختيارات دي في الوقت الحالي وده تعبك قوي او بتفكر فيه بشكل كبير. الشخص اللي انت بتفكر فيه ده ممكن يكون مش يوسيبك آآ من غير سبب او من غير ما يقول لك يعني ممكن يكون هو عنده سبب لكن ما قلكش عليه. آآ الشخص ده لو هو مش يوسيبك فهو رجع تاني. آآ لكن الشخص ده عايز يعمل حاجة او هو غير راضي عن وضع في العلاقة آآ آآ وعاوز يحقق رضا. عايز يعمل حالة من الرضا. يعني ده وضع كويس. لكن هو وضع آآ في حاجة نقصة. يعني الشخص يعني عايز كأنه عايز يوصل للنين في كبس. او للتين في كبس. للسعادة الكاملة. آآ فهو الشخص ده رحل آآ بسبب انه مفيش سعادة كاملة في العلاقة دي. او شيء معين مفتقده في العلاقة دي. كمان ممكن يكون رايح يحسن ظروفه ويحسن وضع. آآ يعمل حاجة. هو رايح يعمل حاجة وجاية تاني. هو البعد ده مش تهيء. انت تعبان جدا. تقطك سلبية قوي بور جدا وبالنسبة للعزبين. وحيرة وقلق وتفكير وصهر وكده يعني آآ تقطك دي كمان ممكن تأثر على الشخص التاني. تأثر على العلاقة. آآ انت كمان ممكن تكون بتفكر ان الشخص ده باد عنك وراحل علاقة تالتة وهو مبسوط وشايف نفسه وكده. انت بتوقع تقول لنفسك حاجات آآ ممكن تكون غلص يعني ممكن تكون انت بتتوهمها في الوقت الحالي. آآ بيقول لك اسأل آآ يعني خلي حد يساعدك او خلي شخص يساعدك. آآ ممكن تسأل شخص يكون مختص في الحالات دي او الحالات المشاكل العاطفية او الزوجية او النفسية. تسأل شخص مختص يساعدك او صديق او حد من العائلة او كده. يعني اطلب المساعدة من حد. اسأل حد ان هو يساعدك. آآ لان انت حالتك صعبة جدا. فدي اجابة الملائكة ليك بالنسبة للحالة بتاعتك. واو. انت عندك آآ عندك كارتين يخصوا لاطفال. ممكن عندك اطفال في علاقة فيها اطفال بياثروا على وضعك العاطفي. او انت في عندك مشاكل تاني تلعلك مشاكل من الطفولة آآ يا برج الدلو. انت انت الحقيقي آآ محتاج مساعدة من حد مختص. في علوم الطاقة في البراتيكولوجي. آآ محتاج حد متخصص ان هو يساعدك. انت يعني انك تحكي له مشاكلك ايه من الطفولة او وضعك ايه او ايه اللي بيضايقك لانه انت محتاج حد يتعمك جوه زيتك او جوه نفسك بحيث انه يخرجك من الطاقة اللي انت فيها. واللي بتأثر على علاقاتك العاطفية. بانك انت تشكي في الشخص اللي قدامك. او يكون عندك مشاكل آآ بتأثر عليك. آآ كمان في النص في الرومنت انجل بيقولك ممكن للبعد. يكون فيه اطفال آآ بتمنع آآ يعني العلاقة دي انت عندك اطفال او هو عنده اطفال. او في اطفال ما بينكو والاطفال وانتو منفصلين والاطفال دول بيأثروا عليك بالسلب. آآ يعني انت حسن انك زلمتهم او حسن ان الطرف التاني زلمهم. آآ او انت عندك مشاكل من الطفولة. يعني مستطفى ابدا ان كل كروت الاطفال دي بتطلع في في القراءة كده يعني بالشكل ده. آآ وتطلع عندك انت. آآ كمان بيقولك ان ده حب حقيقي. وانه آآ حبك الحقيقي ده محتاج للك انك آآ بتبذل مجهود علشان آآ يعني في الخطوات اللي انت بتاخدها تجاه عشان تبقوا مع بعض يعني او عشان العلاقة دي تنجح. او عشان العلاقة دي تستمر. فانت ما تستسلمش للطاقة السلبية او لأوهان او لكلام اشخاص. ممكن يكون لبعضكم في حد بيقولك حاجة آآ كلام غلط او حد بيقوله كلام غلط. المهم في حاجة انت ما تستسلمش ليها آآ ويفذل مجهود بحيس انك تنجح العلاقة دي. العلاقة دي فيها آآ فيها خير. وفيها حب من الطرف التاني. آآ لكن فيها مشكلة. فانتو حاولوا تتخلصوا من الشيء ده او من المشكلة دي. او تحلوها بشكل حقيقي. لو انت خرجت المتخص تبصي على مشكلتك من فوق. لو انت مش قادر ترجع لشخص متخصص في الوقت الحالي. فحاول تكون انت الشخص المعالج لنفسك. ازاي بانك تخرج برا المشكلة مش انت اللي موجود فيها خالص. واعتبر ان في حد بيحكيها لك. وبص على المشكلة آآ من فوق. آآ بحيس انك تقدر تشوف كل الجوانب. شوف وضعك انت فين ووضع الطرف التاني فين. آآ الاطفال دول وضعهم ايه? او مشاكلك اللي من الطفولة دي وضعها ايه? هتقدر تحل بالشكل ده. آآ طاقت الشخص التاني فيها بحث. وفيها حلول وفيها آآ بحثة عن حلول. طاقتك انت فيها استسلام. فيها آآ يعني صعب شوية. فحاول تخرج من الطاقة دي يا برور جدا. وقلبي معيك وطبعا. العاوتكم بتاع العلاقة او آآ او اللي جاي في العلاقة ايه? آآ اول كارت ينزل وده اللي مهم جدا لسيكتس قط. يعني عودة ومصالحة وحنين واشتياء بالذات لو انتو علاقة قديمة او انتو بفيه بينكم اطفال او انتو علاقة مع بعض يبقى لكم فترة يبقى اكتر من سنة كده. ففي عودة ومصالحة ومصارحة وهدية كمان واعتظار في حاجات كتير قوي. في حنين واشتياء. جيت اعمل للكارت او توضيح للكارت. فنزل تاني استكسف قط. يعني للمرة التانية في حنين اشتياء في عودة 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 بازن الله. الشخص ده بيفكر فيك بشكل مستمر بيفكر في الطريقة اللي هو ميشي بيها او اللي انت ميشيت بيها متعلق بيك الشخص ده. ممكن للبعض كان فيه فيه ظروف مادية آآ خليك ان هو يبعد عشان يحسن وضعه المادي او او يعمل حاجة آآ لكن الشخص ده راجع لك تاني آآ ممكن متقلم بسبب انك انت بعدت عنه او هو بعد عنك آآ بيبص عليك بيرقبك ممكن يكون عنده صور ليك بيبص عليها بيبص على حساباتك بيبص بيفتكر ذكريات ما بينك لان السيكسوف قبص ده برضو آآ كارت الحنين والذكريات وكده فالشخص ده عنده حنين بشكل قوي جدا 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 يعني القبص عنده كتير قوي فمصير العلاقة آآ حلوة قوي في عودة في عودة بسبب ان الشخص ده مش هيقدر يقوم كل المشاعر اللي بتكتاحه او بتكتاح مشاعره في الوقت الحالي مش هيقدر يقومها عنده مشاعر ليه قوية جدا ومفتقدك وفي البعض عنك حتى لو هو اللي بعد فهو حاسس بيطمو حاسس بخزنه وحاسس اشتركوا في القناة